يودع العام الميلادي 2011 العالم بخسوف كلي للقمر تشهده مناطق واسعة من الأرض فيما يعد أول خسوف يشهده العام الهجري الجديد الخسوف يبدأ من منطقة الشرق الأوسط حيث يدخل القمر في ظل الأرض قبل غروب الشمس ومن المتوقع أن يغطيه ظل الأرض بشكل كامل في تمام الثانية وخمس دقائق بالتوقيت العالمي ما يعني أنه سيشرق على أغلب دول المنطقة وهو في حالة خسوف كلي ومن المفترض أن يتمكن سكان آسيا وأستراليا وأجزاء من أمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية والدول الإسكندنافية من مشاهدة الخسوف بشكل جزئي أو كامل أما مرحلة الخسوف الكامل فلن يتمكن من رؤيتها إلا سكان أقصى شرق القارة الأفريقية والقرن الأفريقي وعلى ضفاف البحر الأحمر ومن المتوقع أن تستغرق عملية الخسوف كاملة نحو ست ساعات يغطي فيها ظل الأرض القمر بشكل كامل لمدة خمسين دقيقة ويتوقع الفلكيون أن يبدو سطح القمر بناء على نسبة الغبار في الجو بلون أحمر نحاسي بسبب عكاس الطيف الأحمر الموجود في جو الأرض على سطح القمر عام 2011 شهد أربعة كسوفات جزئية للشمس وخسوفين كاملين للقمر وهو حدث نادر يتوقع أن لا يتكرر سوى ست مرات خلال القرن الحالي فيما تشير الأبحاث الفلكية إلى أن خسوف القمر بشكل كامل لن يحصل قبل عام 2014 محمد بازيد العربية